الحمد لله قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين والقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مثلا العرب لماذا سمي ذو القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الغزو والغارات والقتال لأنهم الأشهر الحرم ويتأهبون فيه للحج فهل يليق بنا نحن أن نعتدي أي نوع من أنواع الاعتذاء ونحن في الإسلام وأولئك تحرجوهم في الجاهلية